بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض شرح المحاضرة التسعة لبرنامج الاوتوكاد حضرتكو مطلوب مننا ان احنا نرسم هذا الملف المعماري هنبدأ اول حاجة بالاكسات زي ما هنشوف تلوتي على الاوتوكاد هنبدأ الاول نعمل اللير بتاعتنا من قايمة فرمات لير ونبدأ نعمل اللير بتاعتنا وليكن اكسز اول حاجة لون اللير بتاعتنا احمر شكل الخط بتاعنا اولو لود واختار من هنا سنتر تو والتخانة بتاعتنا وليكن هديها تلاتة من عشر نعمل اللير اسمها سيركل وليكن هنديها اللون الاصفر ونقع الخط بتاعتنا هي باكنتونيوس والتخانة بتاعتنا تلاتة من عشر هنعمل اللير اسمها وول اللي هي الحوائل بتاعتنا اللي احنا نرسم معماري وليكن هنديها اللون الابيض ونقع الخط كنتونيوس ونديها بتاعتنا وليكن 4 من عشر هنعمل اللير اسمها كولوم اللي هي الاعمدة وليكن هنديها اللون الاخضر وليكن هنديها نفس الخط الحوائط هنعمل اللير اسمها تايمنشن وليكن هنديها اللون الاصفر هنعمل اللير للكتابة تيكست وليكن هنديها اللون الابيض وهكذا هجيب اللير اللي اسمها اكسز وبعمر لاين هرسم خط افقي باي طول وهبدأ عمله اول حاجة اثنين متر بعد كده هبدأ اعمل افست اثنين ستة وستين واحد اثنين وعشرين اثنين تمانية وعشرين يبقى اثنين ستة وستين واحد اثنين وعشرين افست اثنين ستة وستين بعد كده افست واحد اثنين وعشرين بعد كده افست هنا كم اه اثنين تمانية وعشرين اثنين تمانية وعشرين بعد كده افست واحد اثنين وعشرين تلاتة تسعة وشر واحد اثنين وعشرين ثلاثة دسعة عشر وهنختب اخر حاجة اثنين بعمر لين هنرسم خط رأسي وهنعمل له اثنين متر بعد كده اوفست واحد اربعة وخمسين اثنين اثنين وستين اوفست واحد اثنين وخمسين بعد كده 2.62 بعد كده 1.62.62 افست 1.62 بعد كده افست 2.62 بعد كده افست 2.81. 3.45 اتنين واحد وتمانين. اتنين واحد وتمانين. بعد كده 3.55 في الاخر هنختل باتنين. يبقى احنا كده رسمنا الوحدات. رسمنا الاكسات بتاعتنا كلها. بعمر هنمد الحطوط دي كلها للخط الرأس دوت. فاعلم عن خط الرأس وادوس انتر وعلم عن خطوط الراجعة مددها. بعمر ترم. هشيري زيادات دي كلها. وارح مساء لخطوط الأفقية والرأسية على الحرف دي كلها. يبقى انا كده ضمنت ان الرفرافة كلها من جمال الاتجاهات متساعة. اجيب اللير اللي اسمها سيركل. وبعمر سيركل ارسم دايرة. نص قطرها واليات النص. واجيب اللير. اجيب من قائمة فرمات. تتنس تستير نعرف الفونت اللي هنكتب بيه. وليكن هسميه ايه. واختار من هنا الفونت العرف اللي هو اسمه اكس عراب. اللي هو حرف الشين الصغير اللي بي يظهر دوت. تقول له اضلاي كل وصفة. وحبيتها اكتب دي تي. انتر. هندخل الهايط نص. نفس الكواتل بتاع الدايرة والزاوية صفر. واروح كاتب واحد انتر. بامر مو. هناخد الواحد دا نخطه دوا الدايرة. وبامر كوبي. هنعلم على الدايرة بالواحد اللي فيها. ونمسكه من الربع التحتاني. ونبدأ نفط هنا. وهنا. دابل كليك على الواحد. نخلي التنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وسبح. بامر كوبي. هعلم على الدواير دي كلها بالكتاب اللي فيها. وامسك واحدة منهم من فوق. ونبدأ نحطها تحت. نحط تاني. همسك الدايرة دي. بالكتاب اللي فيها فقط هنا. دابل كليك على الواحد. ونكتب هلف. اللي هيزهر قدامنا هاتش. بس اللي هيزهر على الروح على هلف. ونكتب هلف. جيم. دال. اه. واو. بامر مو. نبدأ نزبط الكتابة بتاعتنا جوة الدايرة. من وسطان هكده. بامر مو. وامسك الدايرة دي كده. لها لازمة. وبامر اعلم على كل الدوار دي. كلها بالكتابة اللي فيها. وامسك واحدة منهم من هنا. وخطها الناحية بتاعتنا. هنجيب اللير اللي اسمها دايمانشن. من قيمة فرمات. ونبدأ نعدل في الدايمانشن بتاعتنا. اللاين هنختاره عليها كل لونه لبني. هنشيل دي. دي. هنختار من هنا. التكست بتاعنا هنختار من هنا الفنت العربي. هنختاره بقامين عشرين. وبالنسبة للتكست هنخليها. وارتفاع الكتابة هناخده بقعة. بقع. موقع المنكس المنكس من هنا. لهنا. واررح اقل له. اللي بعدها. اللي بعدها. واللي بعدها. واررح اعمل اسم. هجيب العمر تقل من قيمة دايمانشن لنيار. واريس المنكس من هنا. دوت الاخر. يجيب لنا المسافة الى. اقيس المسافة من هنا الهنا. وراح اقل له الى بعدها. واللي بعدها على طول. وراح عمل واجيب الامر التاني وقيس المسافة من الاول وفي الاخر. تمام? ادي الديمينشا بتاعتنا حطناها على الاكسات بتاعنا. هاجيب اللي اسمها وول. وبعمر ملتي لاين. جي انتر. زد انتر. اس انتر. تحامت الحيطة بتاعتنا بوينت واحد وينت خمسة. ونبدأ نرسم الحوائط بتاعتنا تبقى للمعمار اللي موجود معانا. اهود. واحدة واحدة. وانا مشغل الف تمانية ممكن. هعف لغات هنا. بس انا هكمل بعدي مسافة ادي ايه. بص حالتك كده. اه اولا فيه ملتلين واحنا بنرسمه. بنمشي مطرح الحوائط. مطرح اللبواب وبنقفل. مناش دعوه اللبوابت الوقت. كل الحوائط كلها بتتقفل. يعني في هنا باب مانيش دعوه وتمشي بالحيط. في هنا باب بمشي بالحيط. المفروض ان الحيطة هنا تطلع لفوق مسافة خمسة وسبعين من مية وبعدين تدخل يمين. صح كده? يبه هنكمل لفوق. هطلع لفوق كده وقت بخمسة وسبعين من مية. انتر. وارخ داخل يمين. يبه انا كده خلصت الجزي ده. علشان اعمل اول حيطة. يبه هعمل ان اعمل اول جزئية بها رسم حيطة على الاكس بهبيت cyber. وهرسم حيطة على الاكس. ده ديت. وعندي هنا حيطة على الاكس ستة ستة. وعن حيطة هنا من المنتصف عمودية هنا. لطلع لنا المانور الصوير اللي موجود عندنا. ادي قدت النوم اللي هنا. وادي قدت النوم اللي هنا. هنمشي على اكس الطعوة عربعة. بس المفروض ان الحيطة بتاعتنا مش وصلة للاخر. فانا وصلتها للاخر. المفروض انها ترجع لورا مسافة ربع متر. لان الحيطة دي كلها بدأ من هنا على اكس اربعة اربعة. ده غير مش لغرة اكسيدال ده اللي قبليه في سنة. فعلشان كده هعمل اسكيد. واروح معلم عليه. واروح ما رجع النقطة الزرق دي الورا. عمل على كليك ورجع الورا ورقات المسافة خمسة وعشرين من مية انتر. بعمر وقيس المسافة من هنا طبق هنا. بعمر على اكس تلاتة تلاتة. طبقات الاخر. بس المفروض ان انا اطلع برج في الشارع. خمسة وسبعين من مية. انتر. واروح داخل بيه هنا شمال. واروح نزل بعمودي. انا عندي اكس هنا على اه عندي حيطة على اكس هيه هيه. عشان تعمل ارتنوم اللي هنا. وقادي التوراق بتاعتي. طيب بالنسبة للحمام الصغير اللي هنا. وصحبتك كده الحمام ده كده. عرضه الصافي متر عشرين. هزود علي تخمة الحيطة. يبقى العرض كله اه من لما اجعمل كوبي للحيطة ديت يبقى عبارة عن متر اشرين زائد تخانة الحيطة. بص حالة كده بقام بكوبي. هعلم عن حيطة دي كده وعمل لها كوبي. واحد بوينت تلاتة اثنين خمسة. بعد كده بعدها المنور الصافي بتاعه متر تلاتين مع تخانة الحيطة يبقى بقام بكوبي. هعمل له كوبي مسافة متر تلاتين زائد تخانة حيطة واحد بوينت اربعة اثنين الخمسة. وراح اعمل علامة كده عشان اقول ان ده ايه منور. ده كده معناه سماوي وليس بلاطة. خرصة عني. طيب انا عندي مانتلين. همشي على اكس جيم جيم. وعندي حيطة على اكس اثنين اثنين عشان هنا الاوضة وهنا السلم. تمام? نبدأ في البلاكونات بتاعي. البلاكونات اللي هنا مسلا بدأ من هنا على بعد مسافة نص متر. يبقى راح اعمل افست مربقية نص متر للاكس ده كده. ارف طالع لبرة متر ونص. وارح داخل يمين وارح طالع بها الفوق. وامسح الاكس ده كده لان معادش له اي لازم. نفس التالام الناحية دي بام راح اطلع لبرة متر ونص. وارح نازل بيها عمودي هنا وارح نازل بيها عمودي هنا. قادي البلاكونة اللي هنا وقادي البلاكونة اللي هنا. مبدعيا بنرسمها وبعدين نبدأ نعمل لها فيه. بعمر هنطلع من المنتصف هنا الوقت اكس هي هي. واروح دخل هنا حوالي اتنين متر ورب. واروح نازل عمود الوقت تحت. واروح داخل شمال. هطلع من هنا. فوق الخمسة وسبعين من مية كمان خمسة وسبعين من مية. يبقى انا كده اطلعت تقريبا متر ونصف. وادخل بها لغاية هنا وكمل بعديها متر ونصف. واطع لغاية فوق واروح داخل شمال. يبقى انا كده رسمت تقريبا بتاعة المعماري بتاعنا كحوقت. الملخوزة اللي انا بلاحظها ان اماكن اللي هو بتاعتنا بتتأفل كلها كاني مش هايفها قدامي. ده غيرت ما هبدأ ارسل. نبدأ ننظف. ممكن حضرتك تطفل عشان نبدأ ادوات النظافة بتاعتنا ساختار اول حاجة ده مع ده. اهه ده مع دوت. كل المتاعتنا هنبدأ ننظف بطر هزا بعد كده. اهه ده مع ده. ده مع ده. ده مع ده. اههه. اضد البساطة. وبنطيه. في لحظة ادوات النظافة بتاعتنا خلصت. اها. في علامات هنا طبعا مش open T. كما سيجيب open T. ده مع ده ماشي. ده مش open T. تمام. ولا ده open T ولا ده open T. اها. ده مع ده open T. وده مع ده open T. اها. ده مع ده open T. تمام. على العموم اللي انا مقدرتش هنظفه بادوات النظافة بتاعت الملتلين. اعلم عن الملتلين وادمره. وبامر ترم. ابدأ اشيل الزيادات اللي انا معرفتش اشلح. اهي. ونطلب بساطة. بس الكلام ده ما ينفعش يتعامل الا مدمر الملتلين الاول. تمام كده? طيب. نبدأ نعمل دورانات البلاكونات. وامر فلت بدخل الريدي اصطل يكن نصف. ده مع ده. وده مع ده. ادي دورانة بتاعتنا اللي بجودة في البلاكونات. اهيت. امر فلت. ده مع ده. اهيت. بش مهندس فلت. اهيت. ببضو فلت ما ينفعش يتعامل الا مدمر الملتلين. تمام كده? ممكن نعمل السلم بتاعنا لو نفتكر مع بعض. عبر متر. لجميع الخطوط اهوت. 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 وبعمر اشيل الزيادات دي. وزيادات دي. عشان نعمل الصور بتاع السلم بعمر واحد اتنين خمسة. لده. والده. والده. لده. وبعمر شنفر. ده مع ده. وده مع ده. الكلام ده شرحناه قبل كده. وده مع ده. وده مع ده. عيس المسافة. على فكرة ممكن عيس المسافة بعمر ممكن عيس المسافة من هنا. ضغط هنا تطلعنا للمسافة بتاعتنا اتنين بوينت اتنين تمانية خمسة. لو فتحت الالة لحزب بتاعتي اتنين بوينت اتنين تمانية خمسة. واسمت على اه عدد الدرج اللي احنا عايزينه ان هو كم? واحد اتنين تلاتة اربعة خمس واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة. على تسعة. يطلع اتنين بوينت اتنين خمسة تلاتة. بوينت اتنين خمسة تلاتة بوينت اتنين خمسة تلاتة انتبر. اعمل افسد الخط ده كده. على مسافات متساوية. وبأمر اعلم على الخط ده واعلم على الخط ده واروح معلم على الخطوط دي كلها يرشل لنا زيادات وبأمر ممكن اعمل كده على المنوع بتاع السلم طيب عايزيني اعمل الدرجة الداشة بتاعنا وبأمر اكسل تلاتة من مية اهوت لا بأمر شنفر ده مع ده بأمر ترم واشيلي زيادة اللي هنا طيب ادخل اعمل دير جديد اسمها داش اللون عبيض نوع الخط هنقوله لود واختار من هنا داش تو اهوت واعلم على الخط دوت واختار اللي يريد اسمها داش واعمل دابل كليك على الخط واخلي بتاع بدلا ما هو واحد لنص ودس امتر عشان الداش يكتر اعلم عليه واجيب الفرشة اللي هي ماتش بروبرتز واعلم على بقية الخطوط اللي انا عايز هتبقى زيها اهم بأمر افسد تلاتة من مية اهوت بأمر شنفر ده مع ده وبأمر ادخل اشيلي زيادة دي اجيب امر الفرشة واعلم على الخطوط اللي انا عايز اعملها لاش وبكده السلن بتاعنا يكون خلص ممكن اراح اعمل بأمر لاين خط طلع كده 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 واشيل هنا اف تامانية وانزل عمودي وبأمر ميرور اعمل ميرور للمسلس ده على الخطوط ده وبأمر اشيلي زيادات اللي هنا ممكن هنا نفس الكلام اعمل لاين طلع لبره كده اهوت وبأمر ميرور اهوت وبأمر اشيلي زيادة ادي السلن بتاعنا خطط طيب عايزين نعمل الكواب بتاعتي هدخل اعمل لير جديدة اسمها دور احنا هنعمل الببان بتاعتنا بنظام البلوكات بمعنى هرسم الباب بأبعاد الواحدة واخزنه على انه بلوك بحيس لما اجا استدقيق اقدر اتحكم في الابعاد بتاعها ازاي هجيب اللي ياري اسمها دور وبأمر لاين هرسم خط رقصي طولو متر انا برسم الباب اهو بابعاد الواحدة طولو متر بأمر اوبست خمسة من مية واقفل الباب اهو انا برسم بلال للباب وبأمر اوبست خمسة 10 سنتيب الخط ده وللخط ده وبأمر هاتش نختار شكل الهاتش بتاعنا اللي هو صولد اهو 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 وبأمر مقايم دورو عرب start وسenter وانجل ادل الستار وادل سنتر نختار الانجل بتاعتنا اللي هي سالب تسايين وبأمر لاين هرسم خط رقصي هنا هبعاده خمسة وعشرين من مية وهرسم خط رقصي تاني هنا هبعاده خمسة وعشرين من مية وبأمر لاين تاني هنا هبعاده point واحد اتنين شمسة ده كده الباب بتاعنا بأمر mirror على فكرة الباب اللي قدامنا ده باب شمال بيفتح نحية الشمال لو انا عايز عامل باب يمين هعمل mirror حوالين المراية دي كده يعمل لنا بابين. كده انا رسمت الباب. انا عايز اخزن الباب ده على انه بلوك. من قيمة دورو. واختار من هناك كلمة بلوك. ميك. واسمت بلوك من فيه يا جماعة دور. ولي اقل رايت. البيك بوينت بتاعتنا فينه دور الرايت هنا. اللي هو ده. راح مسكه من نهاية الخط اللي انا كنت رسمي ده. واختار سلجت اختار البياد. وادوس مصطرة وقول له اوكي. نعيد تاني. نجيب العمر تاني. واكتب هنا يا جماعة دور. وقول له اختار من هنا نهاية الخط بتاعي. نهاية الخط اللي انا كنت رسمه القفوك دوت للباب الشمال. واقول له تختار الباب الشمال كله. وادوس انتر. واقول له اوكي. كده انا خزنت اللي بوب دي. اتمنى حدش لها لازم لها مسحة. وابدا احط الباب. نبدأ كده واحدة واحدة. القوضة اللي قدامنا دي. القوضة دي الباب فيها بيفتح وانا داخل كده بيفتح على ايدي اليمين. يبقى اقول له انزرت بلوك من قيمة انزرت. عشان نعمل الباب قلنا قيمة دورو بلوك. ميك. انما عشان اجيب البلوك بقى. من قيمة انزرت بلوك. واختار من هنا كلمة دور. وعلم على التلاتة دول صح. التلاتة دول لازم يكون متعلم عنهم صح. اقول له اوكي. قد الباب جي في ايديها. اجي عند الكورنال اللي الباب يلفه حواليه وعمل كليك. فبيطلب منك الاكس سكيل فاكتور. هكتب تسعة من عشرة انتر. الواي سكيل فاكتور تسعة من عشرة انتر. وده ان نلفه حواليه نفس كده. وانا مشغل F8. لغاية ما الباب يجي في المكان المصبوط بتاعه. وارو اعمل كليك. حاجة اعلم على الباب. ودمره. وبامر تريم. اشيل الزيادة دي. بتاعة الحيطة. واشيل الزيادة دي من الباب. يبقى انا كده شلت جزء من الحيطة على قد الباب بزبط. القوضة اللي جنبها ديت لو بصتنا كده على المعماري. ده باب قوضة لفت. حضيتها كده مهندس. هقول له انزيرت. واختار من هناك كلمة دور لفت. التلاتة دول متعلم عنهم صح. واقول له اوكي. واجه اعمل كليكة حواليه نقط الباب يلفه حواليه. الاكس سكيل فاكتور تسعة من عشرة انتر. والواي سكيل فاكتور زيه بالزبط تسعة من عشرة انتر. وده ان الفه حواليه نفس اكلم الباب يجي في المكان المصبوط. واعمل كليك. واعلم على الباب. واروح ما اضمره. وبعمر تريم. هشيدي الزيادات ديت. يا بشمات. وهكذا. طب ايه رأيكم في باب البلاكونة اللي هنا? باب البلاكونة اللي هنا عبارة عن باب ضالف طين. ايه رأيكم لو عملت ضالفة واحدة واروحت اعمل ميرول للضالفة التانية مكايمة انزيرت بلوك. واختارت من هنا دور ليفت. عملت الضالفة اللي النحياني. وليكن هدخل بسكيل فاكتور نص انتر نص انتر اهي. وبعمر اعمل ميرول للضالفة دي حوالين الخط الرأسي ده. يبقى انا كده عملت ضالفة تانية. واعلم عليها ودمرها. وبعمر تريم. اشيل الزيادات ديت. الزيادات دي. يبقى انا كده عملت الباب. الضالفة تانية. باب القضة دي باب رايب. اقول له انزيرت بلوك. واختار من هنا كلمة دور رايت. اقول له اكيد. هاجة عند الكونة ده اعمل كلاك. طبعا باب القضة بيبقى تسعين سنتي. يبقى تسعة من عشرة انتر تسعة من عشرة انتر. ولفة حوالين نفسه اتمن باب يجي في المكان المصبوط. ادمره. وبعمر تريم. اشيل الزيادات اللي انا مش هايزه. في اي مشاكل. اهو. باب الشقة مسلا. انزيرت ده باب هي باب رايت. دور رايت. واروح اعمل هنا كلاك. باب الشقة بيبقى متر عشرة. اقول له متر عشرة انتر متر عشرة انتر. ولفة حوالين نفسه اتمن باب يجي في المكان المصبوط واروح مدمره. وبعمر تريم. اشيل الزيادات اللي موقع. تمام كنا? هنا الباب البلاكونة اللي هنا اضافتين. اقول له انزيرت. واختار من هنا دور. واجه اعمل الباب اللي هنا. نص انتر. نص انتر. ولفة حوالين نفسي. واروح اعمل له ميرول. واروح مدمر الضالفتين دول. وبعمر تريم اشيل الزيادات اللي موجودة. هنا باب البلاكونة. اجيب الاول انزيرت بلوك. واختار من هنا دور رايت. نرسل الضالفة اللي جنب الحيطة الاول. اللي هي دي. نص انتر. نص انتر. هي. وبعمر ميرول. اعمل لها ميرول. واروح مدمر الضالفتين. وبعمر تريم اشيل الزيادات اللي موجودة ديت. باب الاوضة دي باب ليفت انزيرت بلوك. واختار من هنا دور ليفت. واجه اعمل هنا كليك. ده باب اوضة. يبقى تسعة من عشرة انتر. تسعة من عشرة انتر. هوت. واروح مدمره. وبعمر تريم اشيل الزيادات اللي موجودة دي. وهكذا. تمام? على فكرة باب المطبخ. غالبا بيبقى تمانين سنتي وباب الحمام تمانين او سبعين. يعني لو قلت له انزيرت بلوك. وجيت هنا على الحمام ده دور رايت. ورفت جاي هنا اعمل كليك. فادخل تمانية من عشرة انتر. تمانية من عشرة انتر. اهو. بعد فايدة البلوك اللي انا بتحكم في ابعاد. اللي ايه البلوك اللي انا بجيب. لو جبت العمر تاني. دور رايت. وجيت هنا على المطبخ. تمانية من عشرة انتر. تمانية من عشرة انتر. هوت. وارح مدمر الباب ده ومدمر الباب دوت. وبأمر ترمي. ما هي ترميش. ما شير? طيب. عايزين نعمل الفرش بتاعه. حضرتك زي ما انت شايف كده من المعماري ده مفروش. في فرش جاهز ممكن حضرتك تجيبه من طول المساطة. من القيمة اللي اسمها او الفلدل اسمه في حاجة جواهة اسمها معماري نهائي. هلاقي هنا معماريات فيها بلوكات جاهزة. يعني قوضوا انهم مسلا فيها سرير. لو انا علمت عليه كده. وفتحت الملف التاني. بروح جابينا السرير بتاع. طيب انا مش عايز السرير كده عايز الليبه بامر الروتيت. واعلم عليه. وامسكه من اي نقطة وادي له زاوية ولا يكن تساين. فامر مو. هاحرك السرير بتاعي. واحطه في المكان اللي انا عايزه. تمام? ممكن اروح للملف التاني. هو المعمار الهائي. الاقي الدولاب. ولاقي التسريحة. ادت. واروح للملف بتاعي. واقول له ادت باست. ادي السرير. ادي الدولاب وادي التسريحة. بامر الروتيت. الف الدولاب بزاوية تسعين. وبامر مو. اخده الدولاب من الكورنان ده. احطه مسلا في الكورنان دوت. والتسريحة بتاعيتنا الفها بزاوية مية وتمانين. وبامر مو. اخدها مسلا من المنتصف هنا. بحطها. تمام? اها. ممكن برضو فيه فرش تاني. موجود جدا. زي الصالة او الاستيباد. ادي تربيزة صفرة. وادي مسلا امتريه. وادي مسلا صلو. اقول له ادت. واروح للملف بتاعي. واقول له ادت. ادي الفرش بتاعي. طبعا ممكن ناخد بعمر مو. الكلام ده كله. احطه هنا كده. تمانية. ها. بس نبدأ نزبطه شوية. يعني مسلا دي كده. كنبة. دي كده طعطوها صغيرة. لكده كرسي. ده كده طعطوها صغيرة ممكن نرجح ورا كده. احنا بقى نفرش بنفسنا. وادي كرسي. وممكن يعني ازود كرسين كمان على اساس ان طعم اربع كراسي. احوط. تمام? وممكن نعجس. بمعنى لو انا عملته اوتيت. ده الراجل ده كده. بزاوية تسعين. واخدت الكرسي ده من هنا. حطته هنا كده بقى. احوط. ودع نفس الكلام. بالنسبة للرجل ده عملت له اوتيت. بزاوية تسعين. وامر مو. خدتو الكرسي ده من هنا احطته هنا. بحيس ان الايه? الاعدة تبقى مفتوحة. ماشي? وهكزا بقى ايه? برضو فيه فرش للحمام. الفرش للمطبخ. يعني انا لو رفت على الحمام كده. اها. ادي البنيو. و ادي الحوض. و ادي الاعدة. و ادي الغسالة. اديت كوبي. وابدأ اروح في الملف بتاعي. واقول له اديت بست. وابدأ افرش الحمام بتاعي. يعني بص كده. لو جلت للبنيو. عملت له روتيت. بزاوية مية وتمانين. وبامر موف. خدت البنيو كده من الكورنان ده حطته هنا. والخط بتاع عملت له روتيت. بزاوية تسعين. وبامر موف. خدت الراجل ده من هنا حطته هنا مسلا. و ادي الاعدة بتاعيته بامر موف. عملت لها روتيت. بزاوية سالب تسعين. وبامر موف. خدت الاعدة بتاعيتها من هنا حطيتها هنا. و رحت واخد الغسالة. عطيتها مسلا. مسلا يعني في الكورنان ده. تمام? وهكذا نكتشف ان احنا خلصنا المعمار بتاع. ده ممكن كمان ايه? نخلي بس الاكسر دي تلوقتي. ده ممكن نعمل ايه كمان بعد ما نفرش الحمام بتاعنا. هنعمل لير جديدة. وليكن اسمها هاتش. وليكن هدها اللون اللبني. في واحد اسمها هاتش. خليها هاتش اتنين. وليكن هديها اللون اللبني. وخليها الاكتف. بس كنا. جبت هاتش اتنين. وبامر هاتش. فينا هاتش لزيز جدا اسمه اه عمل زي البركي كده. اللي هو ده. اجيبه. واعمل هنا كليك كوى المساحة بتاعتنا. وصغر الاسكيل شوى خليه ربع مسلا. اي رأيكم لا? لو ممكن صغر شوى نخليه. خمسة بالمية كده. اقول له بريبيو. اه. كده معقول او. اي رأيكم? وممكن نعمل بالبالاكونات بعد ما نعمل اللي بواب بتاعتنا. اهه. اهه. تمام? ممكن البالاكونات دي كمان. بعمر هاتش. طبعا المفروض يا جماعة احنا نخط العندال زي ما احنا تعلمنا قبل كده. ماشي? اههه ممكن ده كمان. وراح للوكي. اهوت. بعمر هاتش. تقريبا المساحة دي مفتوحة عشان كده مش راضي اعمالها. طيب. ونشتغل اللي يريد اسمها اكسز. يبقى كده المعمال بتاعنا تقريبا خلص. عملنا له الفرش بتاعه. وعملنا الجواب بتاعتنا. وعملنا الفرش والسلالم. وكل حاجة كده بقت مزبوطة. تمام? طبعا الاعمال بتاعتنا هنجيب اللي يريد اسمها كولوم. وبعمر. هنرسم عمونت بوينت ستة كمى بوينت خانسة وعشرين. وراح عمل له هاتش. الكلام ده قلناها بكده على فكرة. لو نفتكر مسلا. وراح عمل جوا المستطيل. وبعمر اخد نسخة من المستطيل ده. وعمل لها بزاوية تسعين. وبعمر نبدأ نخط العمال بتاعتنا. يعني عمود زي دوت كده مسلا. وفقي. وعمر كوبي. وراح معلم عن عمود ده كده. مسكه من الكورنان ده وحطه هنا. في رحضت لنا العمود وهكزا مع باقي الاعمال. طبعا لو حبينا نكتب هجيب اللي يابل اسمها تيكست. واروح كاتب دي تي انتر. كليك بضاية الصدر. الهايت بتاعنا وليكن نحن بنصف. واروح كاتب كلمة نوم. انتر مطبخ. انتر حمام. انتر استقبال. انتر انتر. بعمل كوبي. هناخد نسحة من النوم. ونخطها هنا. ونخطها هنا. ونخطها هنا. ونخطها هنا. ونخط نصحة من المطبخ. نخطها هنا. ونخط نصحة من الحمام. تخطها هنا كده. ففوض كل هنكتب قبل ايه. ما مهش. ونع drifting نصحة من استقبال. نخطها هنا كده وارح عم ننديد لكل الكتابة دي كلها قادي المعمار بتاعنا وقادي الشكل النهائي بتاع المعمار طبعا هنكمل الفرش بتاعنا وهنكمل الجواب بتاعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته